محمود بيه؟ أنا معاك. ريال مدريد. السؤال اللي بيقوله. أنا فرحان انها بس السؤال ده بصلاحة. طبعا فكل شوها بكرره يعني. نحل الاهل. ما هي نقاط ضعف وقوة ريال مدريد؟ فيه نقاط ضعف وقوة في اي فرقة في العالم. ولكن احنا بنكرم ريال مدريد فلازم نحترم اسم ريال مدريد. ولكن قبل ما اكلمك. عايزة حط ايدي بجيبه. نقاط ضعف وقوة ريال مدريد. كل العالم عارف ريال مدريد بلعب ازاي. وريال مدريد برضو بيكسب. كل عالم عارف ان ريال مدريد بيبداخل مباراة كتيرة جدا. مش هو الآبر هند زي مباراة تشيلسي سان فاتن. مباراة باريس سان جرمان. مباراة السيتي. تلات مباراة. غالبا مفروض تبقى للفرقة التانية. وريمونتادة. والحد اخر دي او بيعمل نتاج غريب. ولكن عاوز اقول لك صعوبة المباراة. احنا بنتكلم دايما من الجانب الاهلاوي. ولكن لو اتكلمنا من الجانب التاني. ريال مدريد بيمر بظروف صعبة جدا. فرق النقاط ما بينه وما بين برشونة وصل لتامن نقاط. خرج من كاس اسبانيا. خرج خسر في السوبر الاسباني في الكلاسيكو. سوبر اسبانيا اللي كمعمول في السعودية. وقدامه الفرصة الوحيدة بعد ما الدوري الى حد ما بعد ان برشونة افضل. هو وعنده مواجهة قوية قدام ليفر بول حتى لو ليفر بول سايد. فانت اه اه. لسه يفضله كاس العالم للاندي. عارف انت يا كريم وعارف يا جيم انت لما بيكون في بطولة في النص بتاخد نفسك فيها شوية للضغط الجماهيري والضغط الاعلام هي بطولة في النص. صح. وهي بطولة مهمة جدا. وبطولة تضاف لبطولات القرية بتاعته ويعلى اكتر في العادة الارقام. فتكمن المشكلة بتاعة صعوبة مباراة بكرة. ان الحافز اكيد عند انشلوتي نظرا ان فيه غيابات كتيرة جدا موجود. ولكن زي ما جيمي قال. وزي ما احنا بنقول. اكيد يا كريم الفرقات بتقل بسبب ان اللعيبة كتيرة جدا او اللعيبة هي الطوب او اللعيبة اللي في البيك بتاعها مش موجودة زي كورتوها عقد ليفر بول السنة اللي فاتت. زي بنزيمة. انا بالنسبة لي غياب كورتوها مش هيبقى تصوري يعني. عشان قال لي مش هيروح كتير. عشان الله يا رب يروح بعشرين فرصة. بس مش هروح كتير. بس تأثير غياب بنزيمة هو اللي جبير جدا. طبعا. طبعا. اكيد اكيد تأثير غياب بنزيمة. بنزيمة هو الفكر السحري الانشلوتي لحل اي مشكلة في اي فريق بيلعب ريال مدريد. سواء بيلعبه كومباكت او سواء بيلعبه بيسيب له الاستحواز. كريم بنزيمة يطلع بره التمنتاشر. يصحب معه واحد. يفضل فينيسيس جونيور. يدخل بره ويدخل اي كات انسايد اسنسيو عشان يشوت. بيعمل حاجات كتيرة جدا هو مربط فرص. ولكن خليني اقولك. هتقول دي. بقولك برضو غياب مين اللي هيبه مؤسر قوي. مندي. طبعا. عشان مندي لما بيشتغل مع فينيسيس غير لما كابافينجا او ناتشو او اي حد بيشتغل مع. بزبط. ولانت متفرج على كابافينجا حتى في مبارات ريال مايوركا اللي فاتت هو عارف انت باكليفت عادي جدا جدا جدا. انه مش مكانه. هو مميز جدا ان هو قوي جدا. ودايما كان بيبقى تغيير التكتيك الانشلوتي في كل المبارات ريتعمل فيها المنتدى. كما فينجا بنزل شوت التاني الدنيا بتتغير. تعالى وريك ازاي ريال مدريد بيدافع او بيقف ازاي. حيلو. تمام? اول حاجة خالص معنا في الحالات الحالات الدفاعية. وهتقوليني الآلي ازاي يستغل ده? بالزبط كده. اول الحاجة هنا احنا عندنا. دي طريقة لما الريال مدريد بيتلاقب عليه الكورة. الفرة كلها بترتد باستثناء اتنين لعيبة. وهم طبعا فينيسيوز جونيور ورودريجو او بنزيمة ايا كان اللي موجود. فانت هتلاقي هنا في الصورة فيه تمن لعيبة. الاربعة بتقع خط الدفاع. تلاتة بتقع نص الملعب بتضمن لهم اسنسيو. واللي راجع ده هو كل القصة عند انشلوتي اللي هو هو اللعيب اللي بيقوم له بأدوار هجومية او دورة دفاعية. نشوف الصورة اللي بعدها من الحاجات الغريبة جدا في اللي موجودة في ريال مدريد ان دايما السنتر باك سواء ناتشو او سواء روديجر بيطلع اوف بوزيشن واللي بيخش مكانه اه تشاوميني في نص الملعب. دي الكورة اللي جات هدف لريال مايوركا. اللي عليه الدائرة ده يا كريم. والعليه دائرة ده يا جيمي ده اه روديجر. روديجر طلع برا مكانه خالص ولي دخل مكانه تشاوميني. فبالتالي اتخلقت المساحة اللي عيد مايوركا ان يبقى واحد على واحد معناتشو اللي مش مميز في ضربات الراس. فالرجل ام دخل وخد الكورة منه واعتقد ان اللي انه كان ممكن يجيبها كورة كتساءلة شوية ولكن زي ما بقولك تأسير كورتون. شوف الحالة اللي بعدها عشان اوهريك الوف بيطلع منه وبص روديجر فين وبص تشاوميني فين. واللي لقى بالكورة اللي لابس احمر مهاجم مهاجم ريال مايوركا. هو فقط مع ناتشو. مفيش اي سنتر باك تاني جوه التمنتاشف. ده معناه ان دايما السنتر باك بتاع ريما دي بيطلع من مكانه. نشوف الصورة اللي بعدها او اه زي ما انا بقولك برضو. شوف هنا في اللعبة من اولها خالص بص روديجر طالع برا مكانه خالص. والشاوميني هو اللي داخل الجنب ناتشو عشان خاطر يعمل العمق. نشوف برضو الصورة اللي بعدها. اه. اه. حمد فتحي. يبقى في المنطقة دات اه لوحده السنين يعني. اه نتمنى يا كريم بس اللي هيروح قد. نشوف الحالة اللي اللي بعدها. نشوف. تمام. دي صورة تانية. ده يا كريم مين اللي ماسك المهاجم بتاع مايوركا? ده الروديجر. مين جنب الروديجر? شاوميني. مين اللي طالع برا? ناتشو. ناتشو هو اللي طالع. فواضح ان في تعليمات ان في الكونتر اتاك وفي راقمات مرتدة بيع مكانك واطلع خد اللي جاي اللي جاي. الوينج اللي جاي. وسيب المكان بتاعك هيرتدله بسرعة شاوميني عشان يعمل التغطية ويبقى سنتر باك داني. فده معناه ايه? في اوف بوزيشن. لعيبت ريال مادريد بتطلع كتير. اوف بوزيشن بتطلع برا مكان. نشوف الصورة اللي بعدها. هنا نفس الكلام برضو. هنا برضو بيحاول ريال ميروكي اخترق من العمك. بص اه هنا ريال مادريد زاق شوية. كان بيلعب ضغط عالي لحد قبل نص مرعب شوية. مين برضو اللي بيجري على اللعيب. نكمل الصورة البعدها. ده برضو ناتشو. بيطلع برا مكانه. نكمل الصورة البعدها. بص يا كريم الكرة اه هي تقطعت. بس بص المساحة اللي موجودة وناتشو بعيد. ودايما فيه مساحة ما بينه وما بين آآ روديجر. فزي ما انا بقولك دي من اخطر الحاجات اللي بتبقى موجودة دايما ان دايما اللعيبت ريال مادريد بتطلع اوف تطلع برا مكانها. وده الطريقة اللي لازم يستغلها النادي الاهلي في ان دايما لما بتروح ما هتروحش بواحد. بس لازم دايما بتروح بالتلاتة والتلاتة منهم دور الاجنحة مهم جدا جدا ويفضلوا يروحوا ورا بعض. يعملوا اوفرلاب عشان خادر تخلق المساحة اللي ريال مادريد اكيد هيكون سابها لك لان ريال مادريد بنسبة كبيرة جدا يا جيمي هينزل المباراة كابس بنزين بايس على الاخر عاوز يخلص المطش بدري بدري هتتخلق مساحات وهتخلق مساحات كبيرة جدا. فعشان كده بقول دايما وجود احمد عبدالقادر هيبقى مهمة جدا على الخط قدام كاربخال والناحية التانية يعني مش عارف هل افضل نكون حسين الشعاعات والأطار محمد طار ولكن هتخيل الامسل عشان لسه اختلف معاك في موضوع احمد. تمام ماشي. يخش معنا كمال في الاختلافات دي.